بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قد سبق القول في معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثن الله عز وجل نهى عن الكثير ليستيقن المرء من اجتناب ما هو إثن من الظن وهو ظن السوء والظن الذي لا يوافق الحق ولا يوافق الواقع وهذا الظن قد سبق أن ذكرنا أن الظنون كثيرة ومختلفة من الظنون ما تدخل النار والعياذ بالله فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أصبحتم خاسرين فثم أناس ظنوا ظنون بالله سبحانه وتعالى وجعل الله السبب الرئيسي في خلودهم في نيران جهنم والعياذ بالله هذه الظنون التي كانت تجاه الله سبحانه وتعالى التي لا توافق الحق ولا توافق الواقع ولا توافق التنزيل وإنما هي أشبه بالأوهام المتبوعة وكذلك الظن قد يكون سيئا من المسلم تجاه سلفه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وهذا قد كان من بني إسرائيل وقد كانوا يظنون الظنون بأنبيائهم حتى حملهم أو حملتهم هذه الظنون على قتل الأنبياء والعياذ بالله أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وهذا كله من سوء الظن ومن اتباع الهوى ومنه كذلك ما ظنوه بموسى عليه السلام حين ما كان يأمرهم أمرا من الله قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وكذلك ما ظنوه في موسى عليه السلام من العيه الخلقي حيث قالوا إن موسى آذر وهو مرض يكون في خصيتي الرجل فبراءه الله سبحانه وتعالى مما قالوا وهذا من سوء ظنهم وما هو الذي يكون من المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وفي لفظ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَى الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ فقالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن يعني فمن يكون إذن والمقصود باليهود والنصارى الذين ضلوا من أهل الكتابين وليس المؤمنين الصالحين منهم منهم أمة مقتصدة يقول الله وكثير منهم فاسقون فهؤلاء الذين فسقوا من أهل الكتاب حذرنا الله من فسوقهم وهذا الفسوق هو ما ذكره الله في القرآن من اعتدائهم وتجاوزهم حدهم وما شابه ذلك فالله عز وجل يذكر مسائل من مسائل أهل الكتابين من قبلنا ممن ضلوا وذكرهم الله استفتح كتابه بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك على الصحابة ثم يقول لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَا الْقُذَّ بِالْقُذَّةِ فماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن ما ذكره الله تعالى من ذنوب واعتداءات أهل الكتابين من قبلنا فهي لنا إيش يعني لنا؟ يعني هي تحذير تحذير لنا وسيقع من يقول بمثله في هذه الأمة كثر ذلك أو ندر لكنه سيكون وسيقع هذه الأمة كبيرة عظيمة مجيدة واسعة واسعة الأفق في الزمن وفي المكان وسيأتي من من ينتمي لهذه الأمة من الجاهلين والسفهاء ممن يتبعون زخرف القول والغرور فيقعون في أمثال هذه الأخطاء التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كتابه المنزل وبعض المسلمين قد يظنوا ظنوناً برسول الله صلى الله عليه وسلم خاطئة وهو قد لا يتنبه لذلك فبعض الناس مثلاً يسيء الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكنه لا يدر أنه يسيء الظن فقد يكون سوء الظن هذا بأن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا جماعة غير متفقهين قليلية العلم وإنما يمشون على سلامة الفطرة والتسليم ولا يتمعنون في تنزيل الله سبحانه وتعالى حتى أن ذلك الظن الخاطئ الردي قد صدر من بعض أهل العلم حتى أن بعض العلماء في التاريخ اشتهر عنه القول بأن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم هذا كلام باطل وقد رد عليه العلماء قد ألف ابن رجب رحمه الله كتاباً حافلاً في فضل علم السلف على الخلف وبواب أبواباً ومن هذه الأبواب مثل من فضل علم السلف على الخلف قلة كلامهم وكثرة معاني هذا الكلام مثلاً هذا دليل على ماذا؟ على العلم المفرط على العلم الواسع الذي يستطيع أن يتكلم بإيجاز وإذا تمعنت وجدت أن كلامه جامعاً مانعاً هذا علم هذا لا يأتي إلا بعد جهد جهيد ووقت مديد وعزم من حديد وتوفيق من الله العزيز الحميد فعلى كل حال فضل علم السلف على الخلف قد يظن بعض المسلمين بسلفه السوء قل هذا الجماعة يعني ما كانوا يعرفوا اللي احنا بنعرفه ما كانوا متفتحين زي ما احنا متفتحين ما كانوا متقدمين زي ما احنا متقدمين والرسول صلى الله عليه وسلم قد يسمع بعض أحاديث يستنكرها يقول مثلاً إذا وقعت ذبابة في إناء أحدكم فليغمسها ثم ليلقي بها وليشرب فإن في إحدى جناحيه أو في أحد جناحيه في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء حديث صحيح البخاري فيقول ما هذا يعني من الذي يغمس ذبابة في الشراب ثم يشرب هذا يعني هذا كلام أدري أن بعض المسلمين تبس عليه دينه وأدري أن بعض الناس قد يستعجل في الحكم وبعض الناس قد ينفي هذا يقول هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا يكذب جميع اللي في الأسنيد ويكذب البخاري ويكذب جميع العلماء اللي نقلوا لماذا لأنه لا يتصور ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم الأشياء لها قيمة لها قيمة يعني كان الواحد يتعب ساعتين ثلاثة خمسة عشان يروح على البير يستسقي فيأتي بالماء ما يفتح الحنفية وهي الماء بارد يعني زلال ما شاء الله يشرب لمنه ينصطح ما كان هذا الأمر كان اللي بده يشرب مي بده يروح وبده يوكف في الطبور وبده يزاحم الناس وبده يجيب مي وبده يرجع على بيت ويحملها المي بده ينام بده نوم بعدها فطبعا أنت كاعد في الصحراء وذبابة وقعت فيه الماء شو تسوي ترمي المي كلها يعني كلام فيه قصور في التصور فيه قصور في التصور بعض الناس يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة استطاعوا إتقان الإسلام نعم إتقان الإسلام للفراغ كان عندهم فراغ أما نحن فهذه أشياء مستجدة صح ولا لا يا شيخ أنا مشغول ما بقدر يجي على صلاة الجمعة عندنا شوكل وعندنا مدرسة وعندنا أشياء أحياء ما عندنا يعني الواحد يقطع وقته يجي يقعد في الجامعة لا بدك تيجي وهذا التصور جاء من ماذا صدر عن سوء فاهم يظن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فارغين كاعد الواحد تحت ضلها الشجرة وبستنى بس في الأذان مع أنه كان كان الواحد منهم يعمل يعمل طيلة النهار صباحا مساء بس عشان يثبت لأهله ولنفسه أساسيات العيش الأشياء اللي أنا وأنت ويسر لنا المي تفتح الحنفية هاي المي خذ لك هالخمسين دولار ومي طول النهار والليل ماشي وكهربة ما شاء الله ولا بدك تقعد تسوي في نار ولا تجمع حطب اضوي هالهذا ودفع لك أربعين دولار في الشهر وهي هالنار بتظل شغالة عندك ليل النهار ودفق يا عمي والبرودة كمان روح عركان في الصيف يا حرام خذ ماشي وبدك أكل بدك تروح بس بدكش تروح كل يوم تدور على أكل شو هالشغلة لا روح مرة في السبوعين وهي عندك ثلاجة ماشاء الله حط في الثلاجة وبعدين حتى بدكش تطبخ مش مشكلة بنطبخ لك إياه وبعدين انت بس حطه في المايكرو ويف وسخن يا عمي كمان شو بدك ها بدك تتحمم اغتسل خمس مرات في النهار وما في شغلة اسمها سخن مية ومش سخن مية ودخل في هذا الدوش وتحمم أربعين خمسين دقيقة وانت بس تحت هذا الدوش وبنبيع لك يا عمي دوش بمرج لك ظهرك وبسوي لك وبفكفك كل الأشياء هذه الأشياء غير موجودة في وقت الصحابة كان الواحد منهم عشان بس يوكل لكم تعيش يدور وين بد أجيب خبزه بدنا نخبز اليوم يوم كبير بدنا نخبز اليوم روح يجمع حطب هات عاد وشغل هالحطب وهالطابون والناس يتجمعوا وشغلة كبيرة هذي كانت بدهم يخبزوا مسألة ليست كأيامنا وعلى فوق كل هذا فتحوا الدنيا ونشروا فيه العلم والنور والعدل ونحن كل هذه الأشياء موجودة عندنا والواحد مننا مش عارف يعني يقوم مع صلاة الفجر يقول لك يا عمي شغل يحن دي شغل كيف أقوم مع صلاة الفجر وأنا معيش إلا هالساعتين أنام فيه ويا عمي شيف بدي أقطع الشغل ويجي ع صلاة الجماعة عندي عمال وعندي 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 محلات كأنه ما في حدا عنده محلات إلى آخره يأتي هذا من ماذا من سوء الظن سوء الفهم هؤلاء جماعة كانوا مشغولين أكثر من شغلنا بعشرات المرات لكن تفرغوا لقيام الليل وصيام النهار كان عندهم حزن لذلك نفضل علم السلف على الخلف ونفضل عمل السلف على الخلف ومن هذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا حتى نصف مد وهذا قاله لبعض الصحابة يعني هذا الحديث جاء قولا من الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابة يدافع عن فئة أخرى من الصحابة فما ظننا بأنفسنا لا بد للأمة أن تقدر وأن تعظم سلفها ولا بد للأمة أن تعظم وتقدر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تعظيم من حوله تعظيم تعظيم له إذا عظمنا أصحابه فهذا يدل على رجل مجيد صاحب بصيرة والله عز وجل لم يحطه إلا بالأكابر من الناس ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال في حديث واثلة ابن الأسقع عند أحمد وغيره يقول والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والذي نفسي بيده لن تزالوا بخير ما كان فيكم من رآني من رأى من رآني وصاحب من صاحبني والله لن تزالوا بخير ما كان فيكم من رآى من رآى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني هذه قرون مفضلة لا تدرك في الفضيلة وليس ذلك لأنهم متفرغين وأصحابي يعني بس فطر سليمة وماشيين ولو كانوا في أحوالنا كنا أحنا أحسن منهم لا هذا سوء ظن استنبوا كثيرا من الظن وهذا سوء الظن ماذا يصنع بعمل الإنسان يدهور عمل يدهور عمل وكذلك سوء الظن بالأمة قد يقع سوء ظن بالأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من قال هلك الناس فهو أحلكهم في لفظ أهلكهم الفرق بين أهلكهم وأهلكهم يعني هو أهلك واحد فيهم وأهلكهم يعني هو من الأسباب التي هلكت هذه الأمة من هذا الفكر هو الذي أهلكهم هكذا يقول بعض الناس تجري على ألسنتنا بعض الألفاظ وهي في الحقيقة لو تمعنا النظر فيها فإنها لا 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 تنبغي مثل يقول والله أنا خبرتي مع العرب كيت وكيت خبرتي مع المسلمين أنا بروح على النصراني ولا أروح على المسلم نسمحها كثير دائماً نسمحها هل العلة في نصب هذا المسلم واحد مسلم نصب علي هل العلة إسلامه ولا العلة تربيته مش مربى هذا تقول أنا بروح عند المحترمين ما تقول ما بروح عند المسلمين الذي دفعه إلى هذا هل هو الإسلام الذي دفعه إلى هذا حتى تقول غير المسلم أحسن منه عكسه ضد الكلام وهذا ضنه بالمسلمين بالأمة لا يحمي الأمة الإسلامية أمة واسعة فيها خير وفيها من هو دون ذلك ونحن نرجو دائماً توبة الذين هم دون ذلك ونخشي عليهم ونسند ونؤيد الصالح منهم ونسند ونؤيد الصالح منهم أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً المؤمن مرآة أخيه إذا أخوك المسلم نصب عليك انظر في نفسك برضه ماذا هذا الرجل فعل هذا هل هو محتاج مثلاً هل هو يعني ساء ظنه بي هل كذا الواحد يتساءل يسأل نفسه ما فيه شيء هذا تواضع ويريد أحدنا أن يكون من جملة الأجوبة ومن جملة الإصلاح ولا يريد أن يكون من جملة الخطأ الإنسان يحسن الظن بغيره وقد يسيء أحدنا الظن لبعض الإشاعات التي تشاع وخاصة في هذا الزمان الأخير فإن سفهاء القوم كلامهم مسموع أكثر من كلام العلماء والرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أن هذا من آيات الساعة أن يكثر الخطباء وأن يقل الفقهاء ويأتي على الناس سنوات خدعات هكذا في حديث معاذ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروايبض قالوا من الروايبض يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام هذا واقع تفتح التلفاز بجوز واحد في المئة من من يمرون عليك له حق وأهليا أن يتكلم فيما هو يتكلم فيه هذه مصيبة لماذا؟ لأن هذا الهذيان الذي أملاه عليه شيطانه فإنه سيمليه علينا بأحلى صورة أحلى صورة وأحلى طراز وأفخم وأفخم بيان زخرف القول تزيين الشيطان له التزيين يأتي يتكلم فيه أمور وقد يستهزئ من العلماء عندك جماعة شغلهم الشغل بس يشغل في اليوتوب أو هذه الأشياء ويستهزئ بأهل العلم يقول هذا العالم الفلاني قال كذا لنستمع إلى ما يقول وبعدين يقعد يتهكم حتى لو كان مخطئا لماذا أسأنا الظن أنه مدفوع له هذا تبع مصاري وهذا تبع إلى آخره حتى إن أحدهم قد يستهزئ بأسلوب العالم في الكلام حتى لو كان مخطئا حتى لو كان على ضلالة فإن هذا لا يستهزئ به لا يستهزئ بزي العلماء ولا يستهزئ هؤلاء شعار الأمة شعار المسلم قد يكون فيهم دخيل نعم وجاء عن عمر وبعض العلماء يصححوا الحديث أخوف ما أخاف على أمتي منافق عالم اللسان صحيح هذا كلام صحيح ومعناه صحيح لكن هل هذا الأصل ولا هذا الطارئ شعب هذا الطارئ وإلا فالأصل يحمل هذا العلم من كل جيل عدوله هكذا جاء في الحديث أهل العدل هم الذين يحملون هذا العلم وإذا نبغ بينهم نابغ في عين الناس وهو على ضلالة فإن العلماء يردون عليه ويكسحونه ويقبرونه وبذعته ولا يدعون أحدا يدخل ويتجاوز هذا السياج على هذا الدين هذا شغلهم يحفظون كل شيء من هذا الدين حتى لو أتى آت في أحسن صورة وأراد أن يغير حرفا واحدا من صحيح البخاري لأفطن الله سبحانه وتعالى له بعض علماء هذه الأمة هذه أمة مجيدة كذلك نقرأ كثيرا وهذا تأثر بغير المسلمين يعني إذا أتينا مثلا نحن هنا في أمريكا الديانة الشائعة النصرانية مثلا وقد خرجت فضائح لبعض الفضائح الكبيرة للكنيسة صح ولا لا فضائح رسمية حتى أصبحت وصما ومضرب المثل فيظن الظان أن هذه كهذا فيلبس علماء الإسلام أمثال هذه الأشياء فيقول فظنه بالعلماء أنهم أصحاب أكل وأصحاب شرب وأصحاب لهط مصاري الناس وأنهم يبيعون دينهم بأرخص ثمن وهكذا هذا كلام غير صحيح ويجعل الأصل في أهل العلم الجهل والتقليد الأعمى فيأتي إلى أشياء ويقول أيها العلماء يعني شو العلماء كلهم وبعدين صحيح البخاري شو هالكتاب اللي الناس مقدسينه أنا بقول لك البخاري فيه كذا وكذا وكذا أنا رأيت واحد والله العظيم ما تصدقه أحد هؤلاء الجهال طلع على فضائية في دولة كبيرة أكبر دولة إسلامية عربية فطلع فيها وعنده المقدم والفاصل ولمش عارف إيش وهالأغاني والمعازف الدخل نعليل على الموضوع يعني دخلوا في القبر فإيش الحلقة هذه هذه الحلقة فيه خصوصية أن صحيح البخاري لا يعتمد عليها هذه عنوان الحلقة وهذا الدكتور الأزهري المش عارف إيش والأصل في الأزهر هذه مدرسة مجيدة عظيمة من أقدم مدارس الإسلام لكن من كثر طلابه سيخرج منهم من ليس بذاك ومن كثر كلامه سيقع في الخطأ وهكذا طبع البشر لكنه أنا أذكر هذا لأنه يلبس على المسلمين بهذه الأهليات أقول أنا درست في هذه المدرسة لا تتبنى ما تقوله أنت لكنه يلبس هذه المدرسة ويلبس على الناس فانظروا إلى الجهل المفرط جهل مفرط قال أول شي الناس بقولوا البخاري البخاري أصلا البخاري ما كتب هذا الكتاب أصلا والبخاري اللي بقولوا هذا الكتاب ينسب إليه كان رجل أعمى في بخارة لا يحفظ إلا مش عارف إيش القصرة هاي لا أدري أين أتى بها وقال الصحيح أنه صاحب هذا الكتاب اسمه جمعة جمعة محمد إدريس جمعة محمد أنا استغربت من جمعة محمد إدريس هذا منين أتى بيه لا أذكر في كل دراستي في كتب في كتب الرجال أحد الرواح حتى اسمه جمعة هذه هذه التسمية حديثة آخر 200-300 سنة صار الناس يسموا جمعة وخميس هذه أشياء ما كانت فمنين جايبوا جايبوا من الغلاف لأنه الغلاف الكتاب مكتوب عليه جامعه جامعه يعني فعل ماضي جامعه محمد إبن إسماعيل بس اسمه إيش جمعة ما أنت مش عارف تقرأ الغلاف قلنا ليته وسكت وبعدين يدخل لك في أشياء وكلها مبنية على ماذا على سوء الظن وتقليد غير المسلمين وأخذ شبهات الكفار ووضعها وتلبيسها على المسلمين وصب آيات أنزلت في الكافرين على المسلمين وهكذا أصل البدع والضلال هو هذا وكذلك قد يسيء أحدنا الظن بالعلماء حينما يستفتي استفتي العالم يسأله فلا يأتيه المفتي بما يهوى أو ما يستطعم فيذهب ذهنه إلى سوء الظن إما أنه ليس بذاك في العلم وهو ليس عالي الكعب في هذا العلم طيب لما استفتيته إذن أو يذهب ذهنه إلى أنه مقلد يقلد كلام العلماء ولا يتمحص أو أنه يعني صاحب رشوة فإذا أنه يعني يرتشي بالفتاوى وصحيح أن هذه قد تقع قد هنا للتقليل في اللغة قد يعني هل في عالم في تاريخ الإسلام ارتشى نعم يكون هذا لكن هذا النادر له حكم في الشرع النادر لا حكم له صح أو لا فنحن نبني هذا على سوء الظن وهذا السوء يعود إلى النفسية يقول أبو الطيب المتنبي وهو بيت معروف لدى العلماء يكررونه في شرح مسائل تتعلق بالظن إذا ساء فعل المرء ساء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم هذا الكلام صحيح معناه صحيح إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه الحرام بظن الجميع حرام لذلك هو شايف الدنيا من هذا المنظر شايف الدنيا من هذا من هذا المعيار من هذه العدسة ينظر إلى جميع الدنيا هو لا يرى أشياء الناس إلا فريسة له فهو يظن أن الجميع ينظر إلى حاجته بنفس النظرية وكذلك الكذوب يظن أن الجميع يكذب يظن بنفسي أنا أكذب إذا كان هذا موافقاً لهواي فهو يظن الكذب في الجميع ويظن الذي يدفعه ولا يدفعه إلا المال فإنه يظن الجميع لا يدفعهم إلا المال وهلما جرة لذلك يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه هذا كلام صحيح فحسن الظن يبتدئ بماذا بالنفس كيف الله عز وجل يقول ويقول في الذين وقعوا في القول بالمؤمنين ما ليس فيهم لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الإنسان لماذا عبر الله بأنفسهم خيرا أنه كان المفروض يظن بنفس الخير ويظن بالمؤمن بأخيه الذي بجانبه يظن به الخير أنا أحاول أنا إنسان بحاول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا علمنا التوبة ما هو الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت يظن ذلك بغيره من المسلمين وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأخي كذلك وإن وقع في شيء فإنني أرده وأعدله بالتي هي أحسن ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك ولا أزدريه وأقول كما قال الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم هكذا فكر المؤمن السليم وإذا أوى إلى فراشه قال اللهم اللهم طهر قلبي من يعني اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين آمن هكذا النفسية التي لقنها الله سبحانه وتعالى على كل حال إن شاء الله نكمل غدا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر